لم يكن إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عودته إلى المشاركة في الانتخابات المبكرة مفاجئاً وهو الذي يعرف عنه كثرة تقلباته السياسية وانتقاله من النقيض إلى النقيض في أكثر من موقف منذ أن دخل حلبة الصراع السياسي في العراق عقب الاحتلال الأمريكي إعلان الصدر وجد ترحيباً من شركائه في العملية السياسية الذين كانوا يخشون من أن تؤثر المقاطعة السياسية على شكل العملية الانتخابية التي ستشهد وفق مراقبين مقاطعة شعبية غير مسبوقة ويقول المقربون من التيار الصدري أن توقيع ما سمي وثقة الشرف من جانب غالبية الكتل السياسية وتوحد المواقف الداخلية للبيت الشيعي بحسب تيار الحكمة هي ما دفع الصدر للعدول عن قرار انسحابه ليكون موعد إجراء الانتخابات المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل أمراً رسمياً من جهته وجد زعيم حزب الدعوة نور المالكي في انسحاب التيار الصدري حافزاً كبيراً يغذي رغبته بالعودة إلى المنصب التنفيذي الأول في البلاد بعد أن أمضى ثماني سنوات في رئاسة الحكومة حيث كان قد أطلق سلسلة تصريحات قلل فيها من أهمية غياب الصدريين عن المشهد الانتخابي في إطار صراع تدور رحاه بين الطرفين منذ سنوات وصل ذروته مع إعلان التيار الصدري رغبته بالحصول على منصب رئاسة الوزراء فالتيار الصدري الذي كشف كل أوراقه بعد الحراك التشريني لا سيما محاولة ركوب موجة التظاهرات وتمثيل الشارع المعارض بين قوسين أراد أن يستحوذ على أعلى حصة من الكعكة السياسية بل بات يرهن مصير العراق بحصوله على هذا المنصب وهذا القيادي في التيار ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي يقر بأن التفجيرات والحرائق والاغتيالات التي شهدتها البلاد في الأشهر الماضية كانت نتيجة لصراع المناصب ليضيف شاهداً آخر طالما ردده العراقيون بأن هؤلاء إذا اختلفوا قتلونا وإذا اتفقوا سرقونا اشتركوا في القناة